عجيب هذه مرة أخرى برضو الإزدواجية اللي عندهم من جهة نظرية في تشدد وشن حرب على العالم ومن جهة ثانية قدرة على التخلي عن معظم الثوابط على الإطلاق ما في مشكلة تخلى عن هذا وهذا وهذا ولذلك بعض الناس قال لك ما شاء الله هؤلاء الناس عندهم القدرة أن يحتفظوا فقط بالجي الباب والإحياء وغيره كله قابل للإبدال والإحلال بدل غير كذا حد قول لي كيف هذا كلام كبير أنت بس راجع إيش اللي صار وشوف عن إيش تنازلوا خذ مثال واحدا لأنه هذا اللي يمكن إنكاره سأقول لك غز وسينة تقول لي لم يصصحيح ما ثبتش أو محمود عباس بلاش خذ شيء صرحوا به في التلفزيونات الحياة والغير الحياة وصرح بها الرئيس مرسى اللي يرحمه وخير ذي الشاطر موضوع كام ديفيد يمكن شبابنا اليوم خاصة الصغار ما منعرفوش وقع هذه الكلمة إيه على الجيل تبعنا والجيل الأكبر منا كام ديفيد كانت في الحس المصري وفي الحس العربي والإسلامي شبه خيانة شيء مرعب للعرب كانت بسببها قوطعت مصر شوف كديش سنوات طويلة وهي مقاطعة العرب كلهم من عندي آخرين قاطعوها وانتهت تمثيل الدبلوماسي وفعلا مشوف كام ديفيد انت ملحقها السرية فيها أشياء تثير الإنسان تغضبه بالنسبة لإخوان المسلمين بما فيهم ايه التلمساني نفسه نحن نطلع عليه قال لك هذه خط أحمر لا يمكن القبول بها اطلاقا وجرموها البابا شنودة نفسه ردها بالكامل قال لك لا يمكن نقبلها هذه التصفة البابا شنودة حدد له إيه إقامته السادات إقام جبري قال له قال له إقام جبري جبري ما فيش مشكلة ولكن أنا ضد كام ديفيد كام ديفيد بكل بساطة وكان دائما يتمر بها أيش الأخوان المسلمون إن نحن الوطنيون مع القضية الفلسطينية وكذا ومش عاربة الصهيونية طيب هاي الآن فيه موضوع رئاسة إيش رأيك يا مرسي إيش رأيك يا خيط الشاطر قال لك ما فيه مشكلة الحزب حزب الحري والعدالة كحزب قال لك أنا ملتزم بكل المعاهدات الحكومات المصرية السابقة ولن نجري انتخابات عليها صرحوا طب ممكن نجري انتخابات الشعب تدوش قال لك لا 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 مش هنجري انتخابات إحنا ملتزمون بكام ديفيد الجواب الوحيد اللي رفض خيرد الشاطر أن يجيب عليه قال له والجماعة قال لا اسمحي لنا ما مقدش يجواب السؤال قال له ليه ما هو الحزب مثل الجماعة قال له الحزب شيء آخر كذا الحزب ما عندوش مشكلة مع كام ديفيد والناس تعرف ما هو الحزب يعني حزب الحرور العدالة وتعرف أنه يودار من مكتب الرشاد في عائد المطاف بصراحة يعني وحين وصل للحكم بهذه السهولة تنازلتم عن الثوابط القومية بسهول بأسهل مما تتخيل نعم نعم فقط أعطينا سلطة وخذ ما تريد في الأسف لكن الناس اللي مش فائمة يقول لك يا أخي كذا هذول ناس وانتم تظلمون وهذول ناس عظماء وهذول ناس كذا لا إله إلا الله